السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا من طلابنا العزاء طلاب الصف الاول الاعدادي ترما اول مادة العلوم هنحل مع بعض ووركشيتز من المعاصر اول حاجة بيقول لي هنا تمام بيقول لي نقط ونقط ونقط بيقول لي تلاتة اورجنزمس هما بيعيشوا هما من المايكرو اورجنزمس تمام وبيعيشوا في المية اللي هو مين خدناهم اللي هما الاميبة براميسيوم يجلينا تمام طيب تعال بيقول لي بلانس بلانس مي كاري لارج سايزد ليفز يعني البلانس ممكن يبقى ليفز الورق بتاعها كبير في الحجم لارج سايزد ليفز خدناها من البنانا تمام اور سمول سايزد ليفز ووراقها صغير زي الملوخية تمام طيب بعد كده بيقول لي نقط داي داي دي اللي هي الصبغة تمام احنا خدنا لما جينا نفحص مية البرك تمام اقولنا ايه الميثيلين بلو داي صبغة الميثيلين بلو is used in preparation of sample of stagnant water المية الرقدة المية الرقدة stagnant water المية الرقدة او مية البرك تمام طيب what do you expect in the following case ايه اللي بتتوقع في الحالات اللي جاية بيقول لي when you examine a drop of bond water under microscope يعني ايه اللي هيحصل او تتوقع ايه لما بتختبر نقطة مية بتاع bond water bond water اللي هي مية البرك الرقدة العزبة مية المية العزبة اللي هي رقدة ما بتتحركش اللي هي زي مية المستنقعات والمصارف الزراعية كده under a microscope a microscope اللي هيحصل فيها هنقول له we see a unicellular living microorganisms هنشوف living microorganisms for example على سبيل المثال amoeba paramecium iglena تمام طيب تعال نشوف choose the correct answer بيقول لي all of the following are animals that leave in water كل اللي جاي دول animals بتعيش في المية تمام ما عدا ما عدا مين عندي الفيشز بتعيش في المية الليزرز السحالي لا ايه دي اللي ايه الانصر بتاعتنا دي مش بتعيش في المية او قال لي كله بيعيش في الووتر except بالليزرز عندي الهيبوبوتامي تمام ده بيعيش في المية الكركوديلز بيعيش في المية ورده تمام طيب طيب all of the following are unicellular organisms كلهم unicellular organisms except عندي الامoeba مش هدي الانصر باراميسيوم unicellular organism مش هدي الانصر اه رينو سيروس رينو سيروس تمام ده مش unicellular organism ده اه 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 من الايه الماملز تمام ده اللي هو واحد القرن تمام يجلينا يعني واحد من اللي جايين دوله وصمول هيربس نبات صغير كده لو بيطلع في الارض مثلا زي البرسيم والجرجير والفجل والملوخية والحاجات الصغيرة دي والقمح والشعير والاحاجات دي بيقول لي are from small herbs مين اللي سمول هيربس النخل والكفور ولا البنانا والكلوفر برسيم والبنان دون نخل كبير والكلوفر برسيم طيب البنانا لا دي شجرة كبيرة طيب الكامفور والبنانا اللي اتنين شجر كبار جرجير وكلوفر برسيم وجرجير هي دي الانصر بتاعتي تعالى بعد كده بيقول لي الديني الاسباب لللي جيدة لازم نعمل لها نقسمها نقول ده حيوانات كبيرة وده حيوانات صغيرة ده نبات وده حيوان دي بكتيريا دي طحالب وده مثلا الكلاب وده الحشرات زي ما خدنا في الليسونز تمام ليه مضطرين نعمل كده هنقوله عشان نسهل دراستنا لها عشان نسهل دراستها للطلبة والباحثين ديو تو ديورسيتي وذلك بسبب ايه بسبب تنوع لفينج ارغانيزم ديورسيتي تنوع لفينج ارغانيزم تمام طيب تعالى بعد كده لفينج ارغانيزم بانانا بلانت و ملوخية بلانت ازاي نقدر احنا بنقدر نفرع ما بين الموز و الملوخية ليه هنقوله عشان الموز ورقه كبير و الملوخية ورقها صغير سهلا بكوز بانانا لاجسايز ليفز ملوخية سمول سايز ليفز طيب what is meant by مايكوروغانيزم ايه المقصود بالمايكوروغانيزم هنقوله هي اورغانيزم is not seen by نيكد اي ما نقدرش نشوفها بالعين المجردة ما نقدرش نشوفها من غير ميكورسكوب not seen by نيكد اي تاني حاجة spread everywhere around يعني موجودة في كل مكان حوالينا موجود في المايكوروغانيزم الميكوروبات والتحالب والحاجات ديت والفيوسات بس الفيوسات مش تابعة مع الميكوروبات البكتيريا والتحالب وهي عبارة عن موجودة فين في تمام وبكده نكو خلصنا الوركشيت ده تمام على واتمنى الناس اللي استفادت من الشرح وعايزاني انزل اكتر من الفيديوهات ديت يعمل لايك وسبسكرايب للشانيل بتاعتنا ويشير لزميله اللي معاه في الكلاس عشان يستفيدهم كمان لانه كل ما زاد الشير وزاد اللايكات وزاد الكومنتات هنزل اكتر وكل ما لاقي دعم اكتر هتشجع وهنزل لكم فيديوهات لقول اعدادي لغات ترم اول باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة